أنا ما ماضيتش لسه ولا في أي حاجة برضو برضو لا يعني لازم الفعل يعني برضو الكلام طبعا يعني رغم من الحمد لله الواحد كلام كنت وصلت سنك كم سنة؟ ستة عشرين؟ في الوقت ده اه في الوقت لا الفين وواحد اه تسعين اتنين وعشرين كنت اربعة وعشرين اربعة وعشرين سنة يعني كم فيه قلق شوية لكن المرة التانية لا المرة التانية حبيت اعمل زي المرة الاولانية بس كنت شوية يعني برضو اللي هو ايه صريح اكتر انا راجل متجاوز وعندي ولد وبنت ما عنديش انا ععد في مكان مجهزهولي بسطراحة النادي بيت كويس كان مجهزهولي النادي تابعا للمهندس ابراهيم عصمان ما عنديش حاجة تمليك معيش فلوس ان انا اشتري مفيش استقرار تلعب كورة بس وسن كبر اه فانا النهاردة ما فكرش في مستبال انا كعمية خلاص خلاص تا فيه اسرة وبعدين زمان غير النهاردة النهاردة ما شوف لعيبة كبيرة في السبعة وتلاتين وتمانية وتلاتين ولسه بتلعب وبتاخد فلوس اه وفلوس فلوس كمان النهاردة لا الايام نحنا كان لا زي ايام حضرتك برضو كان كل ما تيجي من زمان الجديدة هتلاقي ان اللعيب كان ممكن يبطل بدر اوي في حاجة وعشرين يبطل 27-22 كان بيبطل يقول لك خلاص ولما يتجاوز كان يبطل ده راسمي بس احنا اتلتلي يعني انا اتلتلي احنا احنا في بداية التلاتين اللي خلاص يغبط في سافة التلاتين ده خلاص كلام ده بدأ من جيلنا كان حد 28-29 سنة توصلت للتوب اه خلاص انا حاولت وقاوحت الحد سن 34 سنة 35 سنة ودي كان وطبعا له كابتن الخطيب بس دي كانت حاجة يعني كانت لسه حاجة دي وكمن كاما كابتن يعني النسبة دي من لا كان كله بطل يعني ممكن يكمن فعلا واحد او اثنين الظبط انما كله وعلى حسب برضو طبيعة المركز وعلى حسب انت ادائك في الملعب ومحافظة على مستوى اش عاوزة كلام فكنت صريح وشرحت كل الظروف بجيت ازاي من اسماعي واللبسات اللي عندي المنسي براهيم عصمان والتفانة قال لي خلاص احنا ندور على العاد تطلع برا والجدد في النادي يعني اسميلي قالك ندور على العاد رحنا المنتخب طب في مفاوضات تقول انا عادت مع النادي الاهلي وعادت مع نادي الزمالك بالصراحة كل الصراحة نادي الزمالك كان لعيبة يعني لعيبة زميل وإحنا في المنتخب وكذا حد دالله نقعد مثلا مع فلان نقعد مع فلان نقعد مع فلان كابتن أهلي بعادت لي كابتن فتحي مبروك وكابتن ضياء السيد ألعب في النادي الأهل؟ ألعب في النادي الأهل. بس أنا مرتبط مع النادي الإسماعيل. لما شوف النادي الإسماعيلي. هيعمل إيه معاه؟ لو أنا مش هجدد في النادي الإسماعيلي بنا فين؟ في النادي الأهل. في النادي الأهل. طيب هي كلمة واحدة لطولة كاب فين خدها مني هي كلمة واحدة. حيل. كده روح تنافلت صفحة النادي الزمالي. كان أول ما يجي كلام بأمانة أقول لأ خلاص أنا لديت كلمة فين؟ هلا عشان الخطر كان عندك بيول للأهل شوية؟ آه طبعاً آه وكنت شايف نفسي هنا أكتر آه وكان كل لما يجي لعيب في مكاني أنا كان ممكن يبع عندي غيرة أكتر أنا يعني أنا بقول لك حتى أنا ولتها في الكلام أن جاي هنا أنك عزيمة عاوزة هلعب يعني هنا وعايز ربنا عوضني عن اللي أنا خسرته يعني آه وخلاص رحت للنادي الإسماعيلي الأول رحنا كاس أمم 2004 ما توفقناش طبعاً في تونس رجعنا من الدور الأول رجعت على النادي ورجعت كمان بسرعة وشاركت في تمرينة النهاردة ولعبت مطش الكاس بكرة كان حدي غيري رجع من هايقول لك عوزة ريح أعودي ومن ثلاثة وبعدين هاجي النادي أنا نزلت التمرين النهاردة لعبت تاني يوم مطش بالزبط أنا حافظت تلات مطشات آخر تلات مطشات ليا مع النادي الإسماعيلي نعم مش هو الآخر مباراة لأن أنا عندي برضو مفارقة كده جميلة في حتة آخر مباراة آخر مباراة مع الاهلي مع الاهلي وبطلت ملعبتش كرة تاني ضد النادي الإسماعيلي وآخر مباراة ليا مع النادي الإسماعيلي وملعبتش في النادي الإسماعيلي تاني كهت ضد النادي الأهلي ده 4-4 لا لا مباراة البطولة العربية فاز فيها النادي الأهل على النادي الإسماعيل 1-0 دي كانت آخر مباراة دي من ضمن الثلاث مباراة أنا بقول لحضرك عليها كويس مالية كفر الزيت فيها من الدرجة الأولى بتلعب نادي الإسماعيل في إسماعيلية كسبنا 4-1 كويس إسماعيلي وأسوان في إسماعيلية كسبنا 3-1 النادي الأهل في استاد القاهرة بطولة عربية كنا احنا الإسماعيلي ماشي فيها أول والنادي الأهل السنة دي نسحب من البطولة العربية خسرنا واحد صفر النادي الأهل ليه أنا أقول لك التلات ما تشاوط دولي مش مانت سبري معاعد معا أنت مش مركز طب اتفكر في أن أنت تمشي أنت عايز تروح النادي الأهل طب إيه اللي حصل قال لي إحنا دخل فينا التلات جوان منك يعني هم نويالك يعني الجون أنا أقول لك بس برضو وصف سريع للتلات أهداف اللي دخلوا فينا جون الأولاني ضرب الجزاء عمالها محمد عبد الله يعني مش عمد النحاس يعني ضرب الجزاء اتعملت واللي عملها العيب باين في الملأ والحقيقة دي طبعا دي مطشاط موجودة يعني شاو لا احنا بنقول لحقيقة الجون أسوان أحمد عيد عبد ملك بيعمل بالعرض رحطتها في الدايقة يعني هي حتى ما مش هقول إنها خبطت في الدايقة رأي السوري أنا ضحك على الجون وده لما يعمل بالعرض رحطتها في الدايقة طب بطل رجليه الجون الثالث فاول ده اللي كان عليه أكبر مشكلة واترفعت وطلع أحمد السيد أحمد السيد أنا بقول له حضرك هو جاب كم جون في حياته أحمد السيد صاحبي اللي هو بتعمل هو ممكن يقول الجون ده لو جاب جون تاني يبقى كده يعني دخل التاريخ خسرت المباردين؟ وحمد حبيبي الجون ده اتعملت لانت حنت لأسوان فين؟ لانت بتلعب لا لا تلاتة واحد للإسماعيلي تلاتة واحد للإسماعيلي أنا بقول لحضرك أنه بيقول للليجوان دي أنا سبب فيها وجون التالت اتعملت صبحي نده علينا طلع أنا كان ممكن ألعب الكرة بالدماغي الجون نده سبنا الكرة طلع أحمد السيد جاب في نجوم بالدماغه ممكن يكون الجون الوحيد لأحمد السيد في تاريخه بالدماغه ممكن انت حسيت بقى أي من اللي هو بيقول لك أنت التالت إن كده إن كده الكلام يعني إيه بدأ بدأ الكلام من غير هو كان فيه بس أم شوف بقى طبعا ما عليش اسم الصحفي عن اللي كان موجود في الوقت ده ما كانش على وفاق مع النادي يعني دايما هو بيجيب أخبار النادي من جوة النادي وهو مش تابع للنادي لأن النادي كان لي الصحفيين فأنا حكيت مع كل الكلام اللي دار بيني والاتفاق اللي دار بيني فاتكتب ففيه كلام جوة وهو ما فيش حد عارفه موضوع أن أنت هتمشي وأن أنت هترجع والكلام ده كله غير أنا والمهندس بريم عصمال بس فقط لقيت الكلام ده في الصحف أه وأنا الليله أه فبعت لي تاني الكلام ده قلت له مضبوط أنا الليله أنا لولتي الكلام ده فعلا أه طيب أنت جايلك عرض من نادي في الإمارات وإحنا ردينا الإسمايلي هو اللي يجيب لك العرض أه وإحنا ردينا العرض اللي لا يليك بالنادي ولا باللعب وعليش أنا مش هو لي اسم النادي الردي كان كده بالضبط ولا يعني الفاكسيد لا يليك باللعب ولا بالنادي طبعا في الوقت ده بقى كابتن أنت حسيت أنت خلاص بقى من حياة الضغط أن أنت تلاقي الناس بتهجمك أن الناس بتكتب عليك وحش وأنا عندي بس صعبانيات دي والعاطفة بزيادة طبعا أنا كابتن النادي وبفكر أن أنا إزاي أكمل حياتي في إسماعيلية وإزاي كذا تابلت مع كابتن صابر المنياوي كان في افتتاح محل الرياضي بالنسبة له هو وطولة كابتن أنا بنسبة كبيرة مش أكمل في النادي وخلاص ما أنت حسيتها حتى من يعوز يجدد لك يجيب العقود ويمده وش بلين تحسي أنا أقول الكابتن صبر عشان إيب أشاهد على الكلام ده وحلفت له كمان وطولة اللي بيحصل معاه ده مش طبيعي وأنا مش متعود كده أنا شيلت النادي في كذا طبعا أنا لما أتكلم بقى كابتن بصعبانية شوية إيه اللي إنت عملته مع النادي وإيه اللي دلوقتي النادي بيعمله معاك فأجي في الوقت ده برضو من الحياة اللي هي الصدف إن ربنا يكون كاتب لك إن إنت يعني المشوار وإن إنت تمشي كابتن محسن صالح كان بعد الكاسي الأمم 2004 سافر كويت عشان يتعاقد مع نادي في الكويت وبعدين اتصل به نادي النصر في السعودية فراح نادي النصر في السعودية البطولة لما خلصت كانوا حطين عنهم على خالد بدرة مدافع المتخب التونسي في الوقت ده ما حصلش نصيب إن هو يروح خلص يدور على مدافع تاني فتكلموا على عماد النحاس فاتبعت للنادي الإسماعيل إحنا عايزين عماد النحاس طيب عرضوكو إيه؟ 100 ألف دولار 100 ألف دولار برضو كان كان 700 ألف جنيه وفي الوقت ده كان الرقم لأن في الوقت ده كانت الإمضاءات كان عادي في النادي ده 150 ألف جنيه ويوم ما كنا بتكلم في تجديد كان هيبقى 200 بالكتير كان هيبقى 250 ألف جنيه طيب بعتوا لك الأول العرض اللي كان موجود من الإمارات كان محطوط فيه نسب النادي كان العرض بـ 80 ألف دولار النادي هياخد 40 وأعماد هياخد 35 والوكيل اللي جاي بالعرض هياخد 5 عرض النادي النصر السعودي كان المية ألف دولار للنادي وإنت بر أو ممكن تاخد الفلوس المية ألف دولار نرجع للاتفاق اللي احنا كنا متفين عليه ان انت هتطلع العارة وتاخد فلوس العارة والجدد في النادي ده كان الاتفاق الأولاني خالص هأنت صعب التعليق نفسها تقولوا لأ خلاص حدوا الفلوس أنا خدت قرار طب انت كنت ماشي من الإسماعيلي على أساس انك لسه عاوزت تلعب كرة تاني وعاوزت عملية تحدي جديدة ولا قلت بقى خلاص اروح اكمل ترجمة نانسي قنقر